فمن هنا بتجي أهمية عشان كده نحن كإعلام وكجماهير وكمجتمع رياضي بكل ألوانه ينبغي أنه نكون مركزين تركيز كبير جدا جدا على يدعم المنتخب في هذه المرحلة ونعتبر أشياء هي بمناسبة الكان بالنسبة لينا لأنه لأشياء يكون برنامج استراتيجي وخطوة وهدف استراتيجي بالنسبة لينا قرعة أعتقد أنها كويسة يعني في صالح المنتخب بورندي احترامنا لها الفوارغ الفرنية والفوارغ الخبرات كلها تصوفي هي طبعا جبوتي وبورندي نحن من هنا بتوقع أنه يدحل بورندي هو ما صايز من بورندي وجبوتي حي لأدى المنتخب السوداني فعموما بورندي أعتقد أنها ما ممكن تكونه عقبة قدام المنتخب السوداني في أن المنتخب السوداني في مسألة أنه يدحل المراحل الغادمة المسألة بتاعت التصريحات أنا ما باتفق معه ما باتفق معه في أنه يا أخي أعيه ينبغي أنه نحن لازم نهتم بالمنتخب السوداني لكن حكاية اللعب بمنتخب ثاني أحمد قال النقطة جميلة اللي هي؟ اللي هي الحيطة بتاعت الرديف وفي أنه يا أخي الحيطة بتاعت أنه يا أخي الأزمة بتاعت القرى السودانية أنها هي أزمة بتاعت بنية تحتية مفقودة أصلا أنت ما بتتفق معه في شنو يا كابتن حسن أنه ما يشارك بالرديف؟ أنه ما يشارك بالرديف يشارك بمنتخبه الأساسي ليش؟ منتخبك الأساسي أنه أصلا ما عندي ما أنت منتخبك الأساسي ده أنا الرديف ما بضمن أنه أخذ البطولة أنا عايز أخذ البطولة كمتين حسن